موسيقى لما وصلت انه هو بيرفع على المطوى يحطها على رقابتي ويقولي هموتك ولما يخنقني من رقابتي لغاية لما روح يتبقى بيتروح لا يوجد شيئا يجبني استحمل ويجب أن نبعد ويجب أن نبعد ويجب أن تبعد عني وانت لازم تبعد وطبعا هو مرداش وكان يضربني ويكتفني ويبهدلني بعد مرة خرج تقفلت الباب وغيرت المفاتيح وقالت له لا لا يعيش معك ثاني خلاص انا بموت كنت بقوم منهم ألاقيه مسكني من رقابتي بيخنقني وهيموتني بقوم منهم لأن ربنا كان بيكرمني بحد ألاقي حد ينجدني منه ألاقي أولادي صحي ويروح سايبني كانت بخلاص أنا كنت جسمي بيتخضر وبعمل كده وخلاص مفيش مش هموت النهاردة هو المفروض ان هو سايبني بقى له شهرين فالنهاردة وخد ابني مني غصبا عني خطفه من الشارع ومشي قلت خلاص تمام انا مش عايز اعمل مشاكل ومش عايزين محاكم انا نفاصل زي الناس المحترمين انا ابقى في حالي وهو يبقى في حاله والعيال يتربوا لكن هو مش ما قبلش بكده وكان بيتصل بيهددني واقف لي قدام باب الشقة واقف لي تحت قدام باب العمارة عشان ما نزلش وتهديدات بقى على طول انا هولع فيكي انا هخطفك هتشوف انا هعمل فيكي ايه نزلت اشتري لهم لبن من تحت وانا طلعا من السوبر ماركت الكلام ده كان لسا عشر ونص وحدداشر السبح تقريبا جاية من السوبر ماركت هبحط المفتاح في باب الشقة لقيت وقف لي قدام باب الشقة قاعد يضرب فيه كان لقى عصاية محطوطة جام باب الشقة على السلم فدل يغبطني بيها على دمية انا مش عارف يا جماعة اقولولي لو حد متابع يا جماعة اقولولي انتو شايفين الصورة واضحة انا مش عارفة اوضح اكتر من كده فدل يضرب فيه لغاية لما دمي ما للسلم كله يعني فام وبعد كده سبني ونزل يجري وسرق مني مفتاح الشقة ماشفتوش قصرتي وقصرة ايالي عاملة ازاي وهما شايفين امهم كده انا مش بطلب حاجة كتيرة انا بطلب ان انا اعيش في امان فين الامان فين الامان وانا يش عارفه غبت عيني في بيتي فين الامان وهم اولادي خايفين وخايف انهم ياخدهم مني انا معايا دلوقتي انا عندي اربع اطفال هو خد مني واحد اللي هو الكبير سامي خده وكان جاي من الكنيسة كنت جايبا من الكنيسة يوم الخميس اللي فات بالعجلة فلاقيت وقف في الشارع عليها قف مع بابا شوية قلت له تمام ابوك يعني عادي انا مش همنع ولادي من ابوهم رح هو خده في العربية وقال لي انت مش هتشوفي ابنك تاني يا ترجعي لي مش هتشوفي ابنك تاني والله هو اعلم هو بيعمل فيه ايه دلوقتي انا ابني ده كان هو بينسك عصائي فيها انا سامير يضربه بيها وهو طفل عنده تسع سنين كان ابني بيقول لي انا عايز اموت من فضلكم يا جماعة شيروا الفيديو ده انا عايز حقي انا عايز حقي انا بدلت ان انا وهو بيضربني في دلت قاعدة اصوت ما لقيتش حد تحرر ولا حس للاسف انا مش عارفة المصريين ايه اللي حطلهم الرجالة وقفة في الشارع كلهم خافوا يتعرضولو عشان عارفين ان هو مجرم وقوف تاري ووحد اشي هقدر عليه طيب هو انا عشان انا الوحدي ايتعمل فيها كده عادي انا عشان قرأ وابايا متوفي ووقفة بطولي وولادي معايا مش عارفة قسمهم فين ولا وديهم فين انا عايزة انزل اروح لدكتور مش عارفة انا مفيش حتة في جسمي سليمة انا كده اللي انتم شايفينه ده بعد الاسعافات اللي عملوها لي في المستشفى ده كده بعد الاسعافات قالوا لي مش عارفين ان اعملك ايه تاني اكتر من كده لازم تروح لدكتور برا